اشتركوا في القناة اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهمية تضافر جهود جميع المؤسسات الدولية الرسمية والاهلية من اجل نشر السلام وتعزيزه في واجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها الارهاب والتطرف التي باتت تشكل عامل التهديد الاول امام خطوات المجتمع الدولي على طريق التنمية وحق الشعوب في الحياة وشدد سموه على ان ما تمر به العديد من مناطق العالم من صراعات وحروب ونزاعات يتطلب مزيدا من العمل الدولي المشترك نحو مزيد من التعاون الجماعي الذي يعلي من قيمة السلام والمحبة باعتبارها مرتكزات انسانية هامة للحفاظ على امن واستقرار البشرية وكد سموه ان البحرين كانت وستظل وطنا للتعايش والتسامح والسلام والانفتاح القائم على ارث حضاري عريق ارسل بناته اجيال من ابناء هذا الوطن عملوا بكل الجهد والاخلاص من اجل ترسيخ اسس وطن متقدم في كافة المجالات واشهد سموه بالدور الرائد الذي تقوم به جمعية تعزيز السلام النمساوية الدولية وما تتبناه من رسالة النبية غايتها ترسيخ مبادئ السلام والتسامح في ارجاء العالم مؤكدا سموه ان الجمعية تعد نموذجا يجب ان يحتذا به في العمل الدولي الساعي الى تحقيق تطلعات الشعوب في حياة اكثر ازدهارا ورخاءا وفي كنف اجواء يسودها السلام والامن والاستقرار من جانبها اعربت صاحبة السمو الامبراطوري الارشدوق هرتا مارغيريت وقرينها الدوق سندورفون هابسبورغ عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ولمملكة البحرين قيادة وشعبا على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة وهو الامر الذي يؤكد ما تتمتع عليه شعب البحرين من حضارة ورقي في كافة المستويات واكدت ان اختيار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لمنحه جائزة شعلة السلام جاء تقديرا لدور سموه الفاعل في دعم متطلبات التنمية والسلام من خلال ما يتبناه سموه من رؤا وما يقوم به سموه من جهود تهدف الى نشر السلام وتوثيق علاقات التعاون والمحبة بين شعوب العالم واشادت بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتقدم في العديد من الوجالات وبما يتمتع به ابناء البحرين من سمات الرقي والثقافة منويهة بما اطلعت عليه خلال زيارتها الى متحف البحرين الدولي من ارث حضاري عريق يحكس ما تتمتع به مملكة البحرين من حضارة فريدة فضلا عما شهدته خلال زيارتها لوزارة التربية والتعليم ومدرسة المستقبل من مستوى تعليمي متطور يعكس ما وصلت اليه مملكة البحرين من نهضة تنموية عصرية ومتطورة تطورة